أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شخصيا على إطلاق صواريخ قصيرة المدى في بلاده الخميس وأكدت وكالات الأنباء الرسمية تنفيذ هجوم بنيران المدفعية على الجبهة المتقدمة والغربية لكنها لم تحدد نوع المقصوفات المستخدمة وتحدثت عن وسائل بعيدة المدى ووفقا لرئاسة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية فقد أطلقت الجارة الشمالية مقصوفتين يعتقد أنهما صواريخ باليستية قصيرة المدى من مقاطعة بيونجان الشمالية في اتجاه الشرق وماذا يتراوح بين 420 كم و270 كم ويعد هذا هو ثاني إطلاق من هذا النوع في الأيام الأخيرة يشرف عليها كيم بنفسه الذي كان حاضرا أيضا في تجربة إطلاق يوم السبت الماضي تمت من الساحل الشرقية للبلاد وتجري هذه العمليات بينما تمر المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بحالة من الجمود وبعد أيام من لقاء كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين